من أنت حتى لا يصح عنك أنت مسلوب من المسال هذا إجماع السلف رحمة الله عليه أسماه أرون مسلوب تاذب على الناس يدعي السلفية ويخالف السلف يخالف إجماعه وقال محمد بن يونس البصري إن هذا الرجل المعروف بالترمذي قد تبين لنا ولأصحابنا بدعته وإلحاده في الدين ورد الآثار التي يحتج بها على الجهمية ووقيعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من رد هذه الأحاديث فقد أزرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه على مجاهد وهو من عالية التابعين قد صاحب جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عنهم وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين من أهل السنة ذكر هذه الأحاديث إلا بالقبول لها ويحتجون بها على الجهمية ويقمعونهم بها ويكفرونهم ولا يردها إلا رجل معطل جهمي فمن رد هذه الأحاديث أو طعن فيها فلا يكلم وإن مات لم يصل عليه وقد صح عندنا أن هذا الترمذي يتكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة وهذا رجل قد تبين أمره فعليكم بالسنة والاتباع ومذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبن رضي الله عنه فهو الإمام يقتدى به وقد روى ابن عون عن محمد قال لا تزال على الطريق ما زلت تطلب الأثر وقال هارون بن العباس الهاشمي جاءني عبد الله بن أحمد بن حنبن فقلت له إن هذا الترمذي الجهمي الرد فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بك فقال كذب علي وذكر الأحاديث في ذلك كم من إجماع حتى الآن نقل يقول لك ما نعرف أحدا رده إلا الجهمية ما نعلم أحدا رده إلا المبتدع جميع مشايخنا يقولونه على جهة القبول له يرونه على جهة القبول كل هؤلاء ينقل لك الإجماع ثم يأتي المسلوب في يومك هذا ويقول لا أنا هذا ما صح عندي من أنت حتى لا يصح عندك أنت مسلوب من المسالين هذا إجماع السلف رحمة الله عليهم إما أن تدعي السلفية وتعمل بها وتتبع السلف وتقبل ما قبلوا أو تتملص من هذا الادعاء الذي تبين كذبه بعد أن تبينت لك الآثار لو كان إنسان لا يعلم هذه الآثار ولم تصله ولم يقرأ يعذر يعذر نظر في إسناد ما ثبت عنده أوه خلاص مشيك لكن تبين له وبين له ثم يرد ويقول ما ثبت عندي ما تظن نفسك حتى يثبت عندك ولا ما يثبت عندك الأئمة ثبت عندهم أحمد بن حنبل هذه العلماء يقولون تبع طريقة أحمد بن حنبل أنت أعلم من أحمد بن حنبل في تصحيح الآثار وتضعيفها يا مسلوب كما يقول كما سماه هارون مسلوب اللهم استعلم حتى ما سماه باسمه يقول هذا المسلوب يقولون هذا الترمذي حتى اسمه نكر كما أن كلامه نكر ومخالف لإجماع السلف بقي نكر حتى اسمه لا يعرف ترمذي مسلوب وهذا المعاصر الذي أخذ بطريقه قد لا يكون ترمذيا ولكنه مسلوب مسلوب العقل مسلوب الحس تاذب على الناس يدعي السلفية ويخالف السلف يخالف إجماعهم اللهم استعلم